القروض متناهية الصغر يعني ايه تاني مشروعات متناهية الصغر يعني ايه بقى خلونا نشوف كده بنك القاهرة بيعمل ايه مع المشروعات متناهية الصغر ده واحد وبنعمل ايه علشان يبقى فيه عندنا ما نطلق عليه التحول الرقمي او نطلق خدمات التحول الرقمي للعملاء بتوع مشروعات متناهية الصغر معنا على التليفون التليفون ايه معنا داخل الستوديو الوحد بقى حافظ خلاص يا جمعين الستاذ توفيق السمر رئيس قطاع المشروعات متناهية الصغر في بنك القاهرة منوارنا اهلا بيك ازاي الصح كله تمام يعني ايه مشروع متناهية الصغر رصة فاندن مشروع متناهية الصغر ده يعني كل الناس البسطاء في المجتمع بتاعنا اللي بينفقه على معيشتهم من ريع المشروع بتاعهم ده مشروع متناهية الصغر بنك المركزي عرف لنا المشروع متناهية الصغر اللي حجم مبيعاته في السنة اقل من مليون جنيه او الرأس ماله اقل من خمسين الف جنيه ماشي الخضري فكهاني البقال سوبر ماركت الميكانيكي الحلاء كل من هو يمارس مهنة او يمارس نشاط حتى لو من داخل بيته ده مشروع متناهية الصغر حلو جدا البنك بقى بيساعد الناس اصحاب المشروعات متناهية الصغر دي ازاي؟ ازاي؟ الناس دي محتاجة اللي ياخد بيتها ويحطها على الطريق الصحيح لتنمية وتوسعة النشاط بتاعها بيخافوا يروح البنك لانه معهوش ورق معهوش مستندات على قد الحال على قد الحال خايف من الاجراءات تمام؟ احنا بقى في بنك القاهرة بنقولك بالبطاقة بإصال المرافق احنا هنمولك بس بس دورنا في بنك القاهرة ان احنا نحولك من نشاط غير رسمي لنشاط رسمي بندعمك بنوفر لك التمويل وانت داخل نشاطك في بيتك في محلك في دكانك كنت لسه هقولك نيجي يقولك يا أستيس توفيق احنا ناس على قد الحال ده انا ما عنديش محل ده انا بشتغل كده عن طريق بيتنا يعني تمام مش بتمارس نشاط والنشاط ده بتكتسب منه غز اه انا همولك يعني بوصل النور والمية مثلا بتوع البيت اللي انا قاعد فيه بالزرع وبتقطي هتديلي القرد هديك القرد طب هل ده معناه انه اي حد هيروح يطلب القرد ياخده ولا فيه شوية شروط لازم نستوفيها الشرط الوحيد انك تمارس النشاط بس مش انت هو ده مصدر غزقك حلو اللي انت عايش عليه اه انا همولك واخليك تجبر وتتوسع طيب هاخد بعضي انا مثلا يوسف هو هاخد بعضي وهروح الى بنك القاهرة اقول لجماعة انا عايز امارس النشاط الفلاني فليكن على رأي محاطة قلت كده انا هبيع فاكها بس انا لسه ما عنديش محل ولا حاجة فانا لسه هاخد مثلا حاجة في الصغير كده اقجرها او ممكن ابيع قدام بيتنا اذا كان مسروري الى اخره وهكذا ايه اللي مطلوب مني اعمل ايه الاجراءات هتاخد مني وقت قد ايه بص لحد يوم 5 اكتوبر كانت الاجراءات بتاخد 24 ساعة بعد 5 اكتوبر والله كتير بعد 5 اكتوبر الاجراءات بتاخد ساعة 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 واستلم الفلوس في حسابك يعني انا اروح البنك خلال ساعة اكون فتحت الحساب مش هتروح البنك انا البنك اللي هيوحدك دي بقى الخدمات الرقمية ده اللي احنا نزلنا بيه شرحني بقى انا حب الحاجات دي قد عناية وستفاندم الناس دي بطبيعتها بتخاف تروح البنك انا النهاردة اسيب محلي ساعتين ثلاثة عشان اروح اقف الطبور في البنك تمام عشان تقول لي انا عاوز مستندات وعاوز اجراءات افتح بيها حساب وبعد كده خش ادرس التمويل لا انا النهاردة في بنك القاهرة بنشتغل في التمويل المتناهي الصغر من 2001 تمام من 2001 لحد النهاردة تمام احنا مولنا كم عميل خلاص اتنين مليون عميل باجمالي قروض قد ايه؟ واحد وثلاثين مليار جنيه بشو مميه في اخر 4 سنين بس من مرونين 500 الف عميل سبعتاشر مليار جنيه منهم منهم اكتر من 200 الف عميل اول مرة في حياتهم يخشوا البنك ده أول مرة يتعمل مع الجهاز المصرفي أصلا ملوش حسابات في أي حتة ولا يعرف يعني إيه بنك هو كان يشوف البنك يمشي من جنبه نص مليون واحد نص مليون واحد طيب بإيه برضو بأقل المستندات خلاص وفي أسرع الإجراءات طيب قلت لي بقى أنا مش هنزله من بيته أنا اللي هروح له إزاي أنا عندي فريق عمل على أرض الواقع ألف موظف ماشي في جميع محافظات الجمهورية أوكي تمام دورنا إن إحنا نتسوق خدمات البنك للشريحة دي من العملاء تمام أنا النهاردة بشتغل في المركز بتاعي في القرية بتاعتي تمام أنا عارف الناس وعارف أهليهم وعارف نشاطهم خلاص أنا اللي بروح له أنا اللي بختار العميل تمام أنا اللي بترجته طيب هتقول لي طب ادى معنا النشاط الفئة المجتمعية دي بتخاف على سمعتها بتخاف على أكل عيشها صحي تمام سيدات حوالي 30% يعني 30% من الحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر سيدات سيدات تمام وأكثر من 40% شباب حلو طيب هفكر معاك برضو بصوت عالي يعني في النهاية خلاص أنا هعتبر نفسي أنا اللي عاوز القرد كنت أنا مش أخد أكيد قرد طب أنا مش هديك الدين القرد متناهي الكبر أو لا متناهي الكبر مالوش حدود شوف أنا مثلا أجأ أقول طيب خلاص البنك القاهرة عارف عنده ألف راجل محترم عارف كويس قوي قريته ومركزه عارف مين الناس الجد عارف مين الناس بتاعت الشغل عارف مين الناس اللي عندها سمعة طيبة وحسنة فإنها خلاص برضو أنا بقدم قرد علشان أنا كبنك منفع الشخص الفلوسي طبعا بمليارات ما فيهاش الظهر زبا حدق ذكرت 31 مليار جنيه حتى هذه اللحظة قروض متناهية الصغر إيه الضمانة في المشروع يعني لو أنا راجل واخد لي بحل إيجار صغير ببيع فيه فكهة ولا خضار البنك هيضمن فلوسه إزاي ما هحط إيدي على الفكهة هتسوي كم يعني وأنا مش عاوسة أحط إيدي على الفكهة إذا لقدر الله حصل في الأمور أمور يعني وهنا دي النقطة الجوهرية تمام مش الضمانة هي اللي بتضمن القرد هي نجاح المشروع نجاح النشط الست الغلبانة اللي بتربي تيور في بيتها خلاص وبتعمل لما أخذ عندها البقرة بتاعتها بتحلبها وتعمل جبنة وإشطة وثامنة يعازة تكبر عيالها وتصرف عليهم خلاص وعيشة عريضة أنا بمولها أنت قلت ما عندهاش محل قاعدة قدام بيتها بمشنت خضار حلو بمولها اللي فاتح في بيته قوضة خلاص وبيبيع فيها حلويات بموله تمام طب بلاش ده كله عندنا في الفلاحين وفي الصعيد الناس بتطلع بالخضار بتاحها اللي بتقلعه من الأرض وتطلع الأسواق النهاردة في سوق الجمعة بكرة في سوق الثلاث بعد في سوق الآربع بموله ليه؟ لأن أنا ما بسأل على الحج يوسف ببقى عارف أن ده نشاطه وده مصدر رزقه فهو أحرص الناس أنه ينمي النهاردة أنا ببيع بخمس تلاف بقى عاوز أبيع بسبعة بعده عاوز أبيع بعشر بعده عاوز يبقى عندي محل أنا بطار جدا طيب موظف البنك لما بيروح لفلان الفلان يوسف هيقوله بص يا حج يوسف إحنا بنك كذا وإحنا عاوزين نساعدك في المعايش وإنك يبقى فيه عندك مشروعك ودخلك وإيه؟ تبقى آخر عظمة جو جو هيقوله إيه بقى؟ هيقوله مثلا تحب تشتغل في إيه؟ ولا أنا اللي هاعرض عليه نوع المشروع أنا كموظف البنك القاهرة لا يا فندم أنت عندك المشروع الغذي ما كانش عندي ما كانش عندي دي أنا جديد لا دي نقطة تانية بقى طيب خليني الأول في اللي كان عنده ونخش على مرحلة ما كانش عنده حاجة اللي عنده خلاص هو الغذي عنده النشاط وبيمارسه بس عاوز يوسع وعاوز يوسع فأنا بروح بقى أعرض عليه أنا أنا النهاردة جاي أكبر لك النشاط عندك استعداد أيوة عندي تكبر طيب هتشرفني حضرتك وفرني بس صورة عقد الإجار بتاعك إصال المرافق بطاقة الرقم القومي وإحنا هنفتح الحساب في البنك وإحنا هنفتح كل حاجة ونظبط لك الدنيا فلوس نزلت في الحساب وإنت قاعد في بيتك طيب ما كانش عندي وحصلت ظروف وست ما اترملت وعايزة ربي العيال فأخدت قرار هتروح تشتري جاموسة بقرة مكانة خياطة مكانة خياطة مكانة تريكو هتفرش بخدار عايزة ربي العيال بقى تمام تعمل إيه ولا حاجة كل اللي مطلوب منها خلاص لو أنا ما روح طلهاش ترفع سماعة التليفون على كل سنتر بتاع البنك تمام ألو بنك القاهرة أنا أنا كذا 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 المسلسل إمت المسلسل إمت تمام الخدم الكول سنتر ده بيوجه فريق البيع بتاعي في المنطقة بتاعتها آه يعني مش هيقولها مثلا أنت عللنا الفرع لا يا فاند نحن هنبعتلك حد على البيع لحد 5 أكتوبر نقولها شرفيننا في الفرع أيوه دلوقتي إحنا اللي هنروح لها ماشي هل دي بقى مطلوب منها حاجة تانية غير أخونا اللي كان عنده نشاط وعاوز يكبر خالص نفس الأوراق نفس الأوراق بس كل شريحة من دي لها كاتجري إحنا عندنا بنقسم الأنشطة أنشطة رسمية وأنشطة غير رسمية ناس البساطاء اللي ما عندهاش ورق ما عندهاش مستندات ما عندهاش حاجة لا تملك من حطام الدنيا إلا نشاطها آه بمولها من 5000 لـ 5000 طيب بنحدد قيمة التمويل على الأساسي على حجم النشاط وقدرتها على السداد ما أنا ممكن النهاردة أنت النهاردة حجم البضاعة اللي أنت بتشتغل فيها آه 5000 جنيه مثلا بتدخل غير يومي مثلا 100 جنيه آه تمام يبا أنت بتدخل في الشهر 3000 جنيه أي تقدر تستقطع منهم كام خلاص عشان تلتزم به آه نقول مثلا أقدر استقطع 500 جنيه يعني إحنا بنقعد متفق نقعد لتفق ما يقمش البنك اللي بيجي يقول لي بص بقى إحنا الفايدة السنوية بتاعتنا كذا حاض وبالتالي هتسدد على المدة الفلانية وعليه إنت هتدفع لي كل شهر مثلا 1000 جنيه لا يا فاند أنا كده زي ما سيادتك أعرف لمن مصلحة البنك إنه هو يدي العميل أكبر من طاقته يعني أنه هيقى عشان ما يعجزش بالظبط فأنا من مصلحتي إن أنا أدي العميل على أد قدرته وعلى أد غير اللي بيعود عليه من النشاط بتاعه إن أنا هدف إن أنا إيه أكبره وهو النهاردة هياخد مني 5000 بكرة هيبقى عشر بكرة هيبقى عشر بعده 100 تمام يخش بقى على القطاع التاني يخش على القطاع الرسم وهنا بقى النقطة عاوز بقى تكبر أكتر من 50 ألف كل المطلوب منك تعمل إيه بطاقة ضربية خلاص بقى تخلق بقى في منظومة الشمول المالي بقى إن أنت بقى تعامل رسمي يعني إيه عميل رسمي يعني موجود على منظومة القطاع المالي تمام يعني إيه يعني ليك كيان مالي نقدر نتعامل معه طيب هو ده صعب ده بعقد الإجار بتروح تعمل سجل تجاري برأس مال ألف جنيه منشآت فردية كلها أصلاً اللي بتقولهولي ده مزيكاً أصلاً اللي بتقولهولي ده واقع يعني أسده في بنك القاهرة في بنك القاهرة ضواقع تمام ضواقع فعلي أسدق أضرب أنا مش أهلي لهذا القرد الحمد لله وشكراً لأحنا في نعمة اللي أنا بقعده فقط طب مثلاً مثلاً هل القروض أو هذه المشروعات موجهة بس الأهلين اللي موجودين في القرى ولا في الأرياف ولا ممكن يبقى في ناس مثلاً في القاهرة في الجيزة في اسكندرية في طنطة في المحلة إلخ إلخ يقولي والله يا جماعة بنك القاهرة أنا عندي مطبخي في البيت وبطبخ حلو قوي وعايزة أعمل أكل وأبيعه للناس معك ينفع في جميع محافظات الجمهورية أنا مليش دعوة ده طبقة متوسطة ده طبقة غير متوسطة أنا ليه دعوة حجم المشروع ونفس الأوراق هي 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 أكلم بنك القاهرة يقوله هنبعات لك هنبعات لك طب هي الفايدة هكال بص فاندم إحنا في بنك القاهرة أسخف سؤال يتسئل لبنك بص فاندم لا خالص خالص تاني أنا النهاردة كل حاجة ليها مقابلة الراجل ده أو الستي دي لما بتقترض من السوق بتقترض بقد إيه هديك مثال بسيط أنا لما بروح أشتري الخضار من السوق الكيلو بخمسة جنيه خلاص عشان بتيجي تدفع آخر يوم بستة جنيه تبيعه هي بسبعة تسدد السدة وتاخد الجنيه هيك كده واخدق قرد بعشرين في المية صح في إيه في اليوم في اليوم في تلتمائة وستين أنت بقيت مصيبة تمام طبعا لما أنا أقول لها بقى أن أنا بموّدك بستة عشر في المية سنوي سنوي يعني في اليوم بكام ولا الهوى أقل من واحد في المية واحد إيه واحد في الألف أسف في الشهر بقى أقل من واحد في المية بالصبط في اليوم طبعا فبالتالي هي بقى بتحقق عائد على على داقة على الكيلو اللي هي بتشتريه بخمسة هي هتبيعه بسبعة بس هي دفع عليه تقريبا واحد في الألف فايدة بس فيبقى المكسب فعلا داخلها داخل بيتها مجهودها بقى تمام وهي دي الحزبة البسيطة اللي الناس ما بتاخدش بالها منها إيه ده 16% ده رقم كبير جدا خلاص لا يا فندم 16% ده عشان ما فيش أي ضمانات عشان الراجل ده أو الستي دي لما بتقترد من تاجر الجملة بتقترد الجنيه بجنيه الجنيه بنص يا طبعا 50% طبعا فأنا بوفر لها خلاص التمويل بدون مستندات بدون إجراءات مقابلها مش إيه حضرتك النهاردة تكلفة الوداية عندك قد إيه تمام النهاردة أقل شهادة في السوق بعشرة في المية لا مش عشرة شهادة الخمسة في المية الخمس سنين تعمل حوالي عشرة ومص في المية الثلاث سنين حداشر وربع أصلا نخطي كيوية اللي أصغر مني على طول بانكر وحنا أصلا نحن عواجيز برضو هو نقص نخريك اقتصاد بس أنا أخطي أشتر مني بكتير يعني فأنا حافظ هتلاقيني الحاجات دي شويتين لكن القصة مش في إنه الشهادة كام ولا إنه عائد الوديعة ولا حساب التوفير هي القصة المزامحاتك قلت كده ده قرد بلا أي ضمان بالضبط أنا واخد الورق ده ده مش ضمان ده ورق عشان عرفت الحساب في البنك بالضبط ليس إلا ليس إلا طيب هل القرد ليه مدة يعني أجي أقول مثلا القرد بتاعنا يا جماعة هيتسدد في خمس سنين أو في عشر سنين أو في سنتين كإجراءات بنك بنقول الحد الأدنى أربع شهور الحد الأقصى تمام حسب المرحلة اللي إنت فيها آه تمام من أربع شهور لأتناشر شهر من أربع شهور لستة وتلاتين شهر من ست شهور لستين شهر بعرف السوق إحنا مع بعض بالضبط أنا عايزك تشتغل أنا عايزك تجبر وبأمانة أنا عايزك تاخد مني القرد مرة واتنين وثلاثة وعايزك تسدد أنا كبانك هكسب طبعاً وإنت هتكسب أكيد وتعيش بكرامة أكيد ده دور عظيم بيقوم بيبنك القاهرة بصراحة حقيقي يعني إذا كانت الأمور ماشي بالطريقة دي وأنا واثق إنها بالتأكيد ماشي بالطريقة دي محناش بنتكلم كلام عنه زغيرة يعني ولا إحنا في برنامج تحت السلم أنا عارف إنها ماشية كده وبالتالي إحنا لازم نشجع الناس لازم الناس تروح تشتغل تكسب منعرق جبنها وبعد إن دي أنا مش شغالة عند حد دي أنا شغال بفلوسي مستفى أندم النهاردة لما حدريك تملك مشروعك وأنا أملك مشروعي يبقى إحنا بنقيم مجتمع الأعمال الخاص طبعاً طبعاً آخر حاجة عندي قبل مختم إذا افترضنا إن أنا عندي ضمانة ما تمام هل بتستقبلوا هذه الضمانة أقول لك والله مثلاً توفيق باشا أنا عندي ضمان عندي مثلاً عربية ممكن تاخدوها ضمانة عندي مثلاً إيرات أرض ممكن أخد القرد بضمان هذا الإيرات مثلاً ولا حتى نص إيرات فيدي الحال الفايدة تقل حباً لو أنا عندي ضمانة بس يا فندم الفايدة بتقل لما نشاطك يوسع وتكبر وأجربك مرة واثنين لأنني أنا عاوز أحفزك بالتراكم بقى بالضبط بقى في بنا تعامل فيه ثقة فيه ثقة بنينا الثقة وطبع ما بنينا الثقة يبقى أنا عاوزك إيه تكبر أنتو كده أول بنك في مصر يروح لحد المقترد ويدي له القاد وهو قاعد في نفس التو واللحظة عايش بنك القادرة عايش عايش توفيق بيس سمري عايش أنا أشكرك فردم أنا سعيد وأظن اللي إحنا بنتكلم فيه ده حاجة فعلاً شديدة الأهمية أشجع الناس على الشغل أشجع الناس على أنها تكبر أشجع الناس على أنها تعمل مشروعاتها طبعاً ده دورنا التنموي إحنا آبانك لكن إحنا لينا زي ما لينا دور نحية المجتمع لينا دور اجتماعي طبعاً ودي وسالتنا تمام؟ إننا ما هحقق التنمية الاقتصادية هحقق التنمية الاجتماعية هنقل المجتمع نقلة تانية خلص حلم خلص خلص بعد كده أحنا نمشى نفكر مع بعض زي أخد القرد بتاعي اللام وتناهي الكبر ده عشان أنا هعمل حاجة أكبر من أمزون وعلي بابا أنا مشكورك جداً يا توفيق بي مورتنا حقيقي وشرفتنا تحياتنا ليك أولاً وتحياتنا لكل اللي فكر في هذه الأنواع من القروض لمشروعات متناهية الصغر علشان أهلينا يقدروا يشتغلوا كويس ويكسبوا كويس وما يتزنقوش بإذن ربنا سبحانه وتعالى شكراً لك وطبعاً للقائمين على بنك القاهرة ألف شكر شكراً جداً أساس توفيق السمر رئيس قطاع المشروعات ومتناهية الصغر ببنك القاهرة اتكلمنا على أهلينا اللي هنساعدهم يقفوا على رجليهم ويبقوا أحسن ناس لأنهم أحسن ناس بالفعل بعد الفاصل هنروح لكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي وعيد ميلاد الكينج حبيبي وحبيب الملايين حول العالم محمد مونير وعمر ديان الهضبة الرجل المتربع دائماً على العرش ربنا يدي لهم الصحة فاصلوا وكمل الكلام